السلام عليكم ورحمة الله ومتابعين قناة ابن الجنوب اليوم سوف أقدم لكم طريقة سهلة جداً لتصوية الوجه في برنامج الفوتوشوب CS6 أنا عند البرنامج هنا واجهة انجليزي فأنت ثابت أفضل شيء انجليزي هنا نفتح عند واجهة البرنامج الشون أصف في الوجه من الحبة والبثور اللي بالواجه بطريقة سهلة وبسيطة جداً للمبتدئين هنا راح نفتح الصورة نريدها هنا تكون بصغة جي بي جي نفتحها هنا تبطي أول خيار تنزل أوكي تفتح الصورة الآن نختار أي أداة نروح هنا شون الأداة هاي أداة عدنا هنا سبوت سبوت هيلنغ برش دول نختار الأداة هنا نحدد على المكان اللي نريد نصفيه أو مثل نشيل منه الحب نضغط هنا الحجم كيف وكيف تغيره هاي الحجم كيف تريده احنا نختار أي صغير نضغط أول وحدة يجتابع جاي يختفي عندي أول خطوة هاي نسوي هنا أنا بدنا نصفي الوجه من اللون الأحمر نتابع هاي نحن الأهم يكون هنا وعلى أفضل كلش أي صغير نقدر أنت هي كيف تستخدمها بعد نختار الأداة الثانية نختار أهم شيء نطبق أعداداته نضع أعداداته نضع أعداداته 13 أو أنت ترى ماذا تريت أصافي أنا بفضلها 13 نضع أعداداته 71 نضع أعداداته ونضع أعداداته نضع أعداداته 13 ونضع أعداداته 16 ما هي المربع التغييرين وماذا هي المربع؟ تمبل المنفح نضع أعداد السنة نضغط على هاي المربع هنا تجي تشوف جاي تلاحظ جاي تصور هاي شو ضغطنا على هاي المربع العلامة تخليها هنا داكن اللون هنا تشيل هاي العلامة تخليها هنا هنا تجي الصفي تتحرك بالماوس بالتوتش الصفي على ايدك تزغر شوية لاحظ الصورة جاي تصور هنا احنا نصفيها ويمعاني البشرة ما نقلي بينا كلش من الصورة نصفيها زيادة لاحظ لاحظ معاني الصورة ما نصفت هنا نختار نزغرها نقلي بشي تتابع نشوف هاي اللمسات احسن ما تخرب عندك وضوح صورة او المعاني ترجمة نانسي قنقر